أصدرت نيابة الاستناف الجزائية المتخصصة في عدن أمراً بالقبض القهري على وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب أعلى الصية بتهمة تورطه في تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في أعمال تهدد الأمن والسلم العام وضح أمر القبض أن القضية تعود إلى تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية حيث تكشف الوثائق عن ارتباط مباشر للمتهم بعصابات النفذات عمليات اغتيالات وتفجيرات إرهابية ويعد وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب علي الصية أحد أبرز رجالات رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء شلال شيع التابع للانتقالي يذكر أن المحكمة في عدن سبق أن وجهت بعدم التدخل في نقابة الصحفيين اليمنيين ذلك ردا على التدخل المستمر للانتقالي ومحاولته منع العمل النقابي بدوافع شطرية انفصالية